السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معاكم أمو ميون لتفسير الأحلام بشكر جدا 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 كل الناس اللي بتشترك معايا في القناة وبشكر جدا جدا كل الناس اللي هتشترك معايا في القناة أحباتي في الله يريد تشتركوا معايا أكتر وتتواصلوا معايا أكتر عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى النهاردة هنتكلم عن رؤية النفتاح في المنام على ما يدل ده اللي هنعرفه النهاردة بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله بالنسبة رؤية المفتاح وهنا الرؤية للجميع تفسيرها للجميع بيدل على ايه هنا رؤية المفتاح بيدل على حاجات كتيرة جدا للرؤية اول حاجة لو رأي شاف ما نامه ان هو معاه مفتاح هنا بيدل على ايه بيدل بامر الله تعالى على فرص جديدة ليه في العمل يعني هو لو بيبحث عن عمل بامر الله تعالى ده في فرص جديدة ليه في العمل لو كان بيعاني من مشاكل ده دليل على حل المشاكل كمان لو كان هو على عدوة مع احد الاشخاص دليل على النصر بامر الله تعالى وصلاح الاحوال ليه وبشرة كمان بيسمع الاخبار الصرة وكمان بيدل على الخير والرزق للرؤية بامر الله تعالى طب لو رأي شاف ما نامه ان المفتاح ضايع منه ضع هنا بيدل على ايه هنا بيدل على التعصر لصاحب الرؤية يعني صاحب الرؤية هنا هيبقى متعصر شوية في بعض الحاجات في شؤونه هيبقى عنده تعصر فيها لو شايف ان المفتاح ضايع منه كمان لو رأي شاف ما نامه انكسر المفتاح يعني شاف المفتاح مكسور منه او مقتوم منه او انكسر او مقتوع منه جزء هنا بيدل على ان الرؤي كان بيحاول ان هو يحصل على شيء معين ولكن مش هيحصل عليه لا امل فيه يعني مش هيحصل على الشيء دوت في الوقت اللي هو بيريد ان هو الحاجة دي بيريدها في الوقت ده لما يشوف ان المفتاح مكسور او مقتوم ده دليل على ان هو مش هيلاقي الحاجة اللي هو عايزها دلوقتي مش هيقدر يحصل عليها او مفيش منفعة له دلوقتي في الوقت الحالي منها والله اعلى واعلى رؤية المفتاح كمان من رؤيات المحمودة للرؤي لان كمان بتدل عليه لو هو في علم او دراسة ده دليل على انه بامر الله تعالى هيحصل على العلم بامر الله تعالى وهيرزق رزقا كثيرا بأمر الله رؤية الرأي لو شاف منامه إنه هو ماسك أو معاه مفتاح الجنة ده بيدل على إنه هينول علم من علوم الشرع أو هينول مال كثير أو هينول مال عن طريق ميروس والله أعلى وأعلم طب لو رأي شاف منامه إنه هو معاه مفتاح ولكن المفتاح ده بدون سنون يعني مالهو السنون ممسوح خالص كده ومالهو السنون يعلم تماما إنه هو بيظلم يتيم يعني فيه عنده يتيم هو كان بيهتم بيه وابتدى يظلمه ومش بيهتم بيه ده لما يشوف رؤية إنه هو معاه مفتاح بلا سنون والله أعلى وأعلم طب لو رأي شاف منامه إنه هو معاه مفتاح وعايز يفتح بيه باب ولكن متحسر في فتح الباب ده مش عارف يفتحه بيحاول إنه هو يفتحه لكن مش عارف إنه هو يفتح ده دليل على تعصر الأمور عنده يعني عنده أمور هو بيحاول إنه هو يخلها ولكن هي الأمور دي هنا متعسرة عليه والغاية لما ربنا إن شاء الله بإذن الله يفرجها عليه فيه هنا عنده بعض الأمور المتعسرة عنده والله أعلى وأعلم طب لو رأي شاف منامه إنه هو معاه مفتاح بس الرأي هنا من الأسرياء أو غني يعني هو مبسوط مديا أو إنه هو إنسان معاه مال كثير جدا وشاف إنه هو بيفتح المفتاح بيفتح باب بالمفتاح هنا فيه التفسير ده ليه كذا الرؤية هنا ليها كذا تفسير ليها كذا تفسير في إيه؟ ممكن هنا إنه هو الرأي لو هو غني ومبسوط معاه فلوس كتير ماديا ده بيدل على إنه هو فيه حد ليه حق عنده ولكن مش عارف يديله الحق دوت أو إنه هو مش بيؤدي الحق دوت يبقى هنا رؤيته فيه الرؤية هنا بالذات للإنسان الغني أو الإنسان الميسور الحال يعني إنه هو ممكن يكون معاه مفتاح ومتعسر شوية في فتحه ده بيدل على إنه هو فيه حد عايز منه حق ولكن هو لم يؤديله حقه أو ممكن تفسير أخر ليه إنه هو لو شاف نفسه إنه هو معاه مفتاح وبيحاول إنه هو يفتحه بس في إيده كتاب ده بيدل على إنه هو هينول علم أو رزق يعني خير هيجيله من علم أو رزق إن شاء الله بإذن الله أو ميل والله أعلى وأعلى رؤية المفتاح إنه الرؤية شايف في إيده إنه هو ميسك معاه في إيده ومفتاح أو بيمتلك مفتاح ده دليل على بداية أمر جديد فيه خير وصلاح الأحوال ليه بأمر الله وكمان بيدل على بشرة صارة ليه بأمر الله تعالى طب لو رؤية شاف منامه إنه المفتاح ضايع منه ده بيدل على إنه هو ممكن يفقد عمل ليه ممكن إنه هو ياخد باله من عمله لإنه ممكن يفقد عمله طب لو الرؤية شاف منامه إنه هو بينسى المفتاح يعني بيدور على المفتاح بتاعه ناسي هو ما أحطوط فيه ده بيدل على إنه بتجي له فرص كتير وهو بيضيحها منه ممكن يكون في عمل في زواج في حاجات كتيرة في حياته بيدل على إنه هو بيضيع فرص كتيرة في عمله لو شاف في منامه إنه هو حط المفتاح في مكان معين وناسي في منامه هو حطه فين بالزبط إنه هو بيضيع منه أو إنه هو ناسيه وعمل يدور عليه ده دليل على ضيع فرص منه في العمل في حاجات كتيرة إيه في حياته والله أعلى وأعلم طب الرأي لو شاف في منامه إنه هو ضيع منه مفتاح السيارة بتاعته ده دليل على إنه هو ضيع بعض في وقت من الأوقات هتضيع منه بعض الهيبة هبته هبته أو السيادة بتاعته أو منصبه هيديع منه لكونه هو يديع منه مفتاح السيارة ضيع الهيبة أو المنصب اللي هو فيه وعليه لما يشوف الرؤية دي يتوخى الحذر وياخد باله من عمله وياخد باله من وظيفته ياخد باله من هبته في مجتمعه حوالين المجتمع بتاعه لإن الإنسان ده ليه هبة ولكن ممكن تضيع منه لو برؤيته بضيع المفتاح والله أعلى وأعلم دي كانت رؤية المفتاح في المنام بشكركم جدا على حسن استماعكم ياريت تدعموني بلايك وشير لي الفيديو أي حد عنده استفسار عن أي حلم يبعته لي في التعليقات وأنا إن شاء الله بإذن الله هرد عليه بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته